إمساك، التشنجات، الأرق، إلت النوم، كل هذه عوارض لنقص المغنيسيوم بأجسامنا. هل كلاياتنا إحنا عنا نقص بالمغنيسيوم؟ مع حياتنا الحالية وخيارات أكلنا وطبيعة حياتنا والأكل تبعتنا، نعم نقدر نحكي إنه أغلبية الأشخاص إذا مش أكترنا إحنا عنا نقص بالمغنيسيوم، عنا نقص في المغنيسيوم. المغنيسيوم موجود أكتر إشي بالخضار الطبيعية والخضار الورقية وللأسف بالأكل تبعنا اللي هو عالي السكريات وعالي نشويات بيكون أغلبية الدايت تبعنا خالي أو قليل من مصادر المغنيسيوم الطبيعية والرئيسية اللي ممكن إحنا ناخدها من مصادر التغذوية. فطالما إحنا في عنا نقص بالمغنيسيوم، لازم إحنا وضروري إنه نعوض هذا النقص. طبعاً في كتير فومس في أربع أو خمس أنواع من المغنيسيوم موجودة وإحنا لازم نعرف شو لنا نوع المغنيسيوم الصح وطبعاً في أنواع مغنيسيوم حبوب السبليمنتز بيكون فيها كل المغنيسيوم بعض. أما إذا إحنا في عنا منواجه مشكلة معينة فإحنا لازم نقي نوع المغنيسيوم المعين اللي بعالج المشكلة هذه بالذات. فمثلاً الأشخاص اللي عندهم إمساك وكتير ناس في عندهم إمساك أو بصير عندهم سباز متشنج بالعضلات سواء بأيديهم بإجريهم أو تشنج بالخسر أو بالإجريهم خصوصاً بالبطة لما الواحد يكون نايم والإمساك. إيش المغنيسيوم اللي يختاروه؟ اسمه مغنيسيوم سايتريت. فالمغنيسيوم سايتريت هو لعلاج الإمساك وعلاج التشنجات لأضلات. الناس اللي عندها توتر وأرق وقلة النوم وما بدخلوا بنوم عميق لازم يختاروا نوع المغنيسيوم اسمه مغنيسيوم غليسينات. الأشخاص اللي عندهم قلة في الأداء أو التركيز وبحسوا حالما هم مش فوكسيني كتير منيح لازم يختاروا نوع المغنيسيوم اسمه مغنيسيوم ثريونات. أما للأشخاص اللي بدهم يدير بالهم على ضغط الدم وقراءات السكر وكلياتنا طبعاً بنحتاج إنه إحنا ندير بالنا على قراءات السكر وقراءات ضغط الدم. إيش المغنيسيوم؟ لمحافظة على قراءات السكر وقراءات ضغط الدم. نوع الماغنيسيوم اسمه ماغنيسيوم توريت فيك حكيت لكم تقريبا ايش اهم انواع الماغنيسيوم اللي احنا لازم نستخدمها بس فيه نوع ماغنيسيوم اقل امتصاصا هو الماغنيسيوم اوكسايد فماغنيسيوم اوكسايد مش معناته هو مش مفيد ولكن اقل امتصاصا لاجسامنا فما رح نشتري ولا رح نستخدم السبليمت اللي فيه ماغنيسيوم اوكسايد ايش السبليمت ستانين اللي لازم ناخدهم مع الماغنيسيوم عشان نعزز منتصاص المجنيسيم مهم النوعين فيتامين دي والبي سيكس هؤلاء المهمين كتير عشان فيتامين دي بيساعد منتصاص المجنيسيم وتقوز the other way around كمان المجنيسيم بيساعد منتصاص الفيتامين دي فبس ناخد المجنيسيم وإذا بدنا نسرع ونفعل من استخدام أجسامنا لا المجنيسيم ناخد معهم فيتامين بي سيكس والفيتامين دي طب إيش اللعيار الموصلة به للسيدات وللرجال النساء لازم يكون على الأقل 300 ميلي جرام مجنيسيم يوميا وللرجال يجب أن يكون على الأقل 400 ميلي جرام مجنيسيم طبعا للأشخاص الأثليت سوى الرياضيين منزيد لهم شوي من الدوز ولكن هذا الموصل به للأشخاص العاديين 300 ميلي جرام للسيدات و400 ميلي جرام للرجال فبس تروحوا مرة تانية على الصيدلية علشان تعرفوا إيش نوع المنجنيسيم المناسب للقوم فدروا تستخدموا هذا الفيديو وتسجوا إيش الأنواع عشان تعرفوا شو تنقوها مع الصيدلاني إذا عجبكم هذا الفيديو وهذا المحتوى بليز ما تسجوا تشيروه مع الناس اللي بتحتاجه وعملوا سبسكرب يوتيوب شانل وتابعوني بفيديوهين كل أسبوع سلام